ومعسكر إعداد لفريق النادي الأهلي في أي بلد أوروبي لمدة 3 سنوات معسكر إعداد لفريق النادي الأهلي في أي بلد أوروبي و40 تذكرة إقامة وتذاكر وملاعب وكل حاجة للنادي الأهلي نمرة 2 أنه هما شالوا من العقد القديم اللي هو كان 96 مليون جنيه كان داخل فيه الأكادمية أكادمية النادي الأهلي وكان داخل فيه موقع النادي الأهلي وكان داخل فيه قطاع النشئين بنادي الأهلي الثلاثة دول اتشالوا من عقد رعاية جديد يعني الأهلي من حقه يبيع الموقع من حقه يبيع القطاع النشئين من حقه يبيع الأكادمية الأهلي بفلوس تانية كمان وكان العقد القديم بـ 76 مليون جنيه في ذلك الوقت 76 مليون جنيه كان قيل إنه ده مبلع كبير ونادي أهلي عمل حاجة جمدة فقيل ان 76 مليون جنيه كان لان النادي الاهلي هو تالت العالم للاندية لان النادي الاهلي هو بطل افريقيا لمواسم متتالية لان النادي الاهلي هو بطل الدوري لان النادي الاهلي بيمتلك 7 لعبين او 8 لعبين بيلعبوا في منتخب مصر الحائز على كأس الامم الافريقية 2006-2008 وكان قيمتهم في ذاك الوقت كبيرة جدا فبالتالي كان المبلغ هو ده محطوط فالنادي الاهلي عشان تعرفوا بس ان وكاة الاهرام للإعلان ضحكت او ضحكت على النادي الاهلي اي وكالة اعلانية الربح بتاعها من 10 ل20% يعني انا مثلا باخد 76 مليون جنيه بدفع للاهل 76 مليون جنيه اكسب فوقيهم 20% مثلا يعني بنكال مثلا 15 كمان مليون يبقى كده وكالة اعلانية 100 مية لكن السنة اللي فاتت يعني بعد نهاية الموسم كسبوا وكاة الاهرام للإعلان تقسب من ورا النادي الاهلي 139 مليون جنيه نخصمهم من 76 ونخصم كمان ان فيه فلوس تخصمت من النادي الاهلي من 76 نفسهم معرفش مين ما لبس معرفش مين ما لبس الاعلان معرفش مين عمل في خص 3-4 مليون يعني كسبوا الضعف 70 مليون جنيه يعني كسبوا 100% وكالة اعلانية بتكسب من ورا النادي الاهلي 100% طب الكلام ده اللي انا بقوله لكم كان في وقت كل رجال عمال مش محبوسين كانت الكعكة الاعلانية في مصر كبيرة كان النادي الاهلي في ذاك الوقت هو تالت العالم للأندية وبطل الدوري وبطل أفريقيا ولعبته في قمة مستواها وحاصلين على كأس الأمة أفريقية مرتين ورا بعد ده دلوقتي احنا مش هنوصل كأس الأمة أفريقية ولكن بعد الفورة يتضاعف المبلغ لمية واحد واربعين مليون جنيه بل كمان بيتم شيل حقوق بعض الحقوق اللي كانت متاحة للستة وسبعين مليون جنيه ومعنى كده ان الوكالة دي خدوا بالكم أربع شركات دخلوا شركتين انسحبوا ما وصل المبلغ لمية واربعة والشركة اسمها ليد ابتدت مع الوكالة الأهرام الاعلان تزود مليون رح الموكالة مزودة اتنين مليون رح مزودة مليون رح مزودة مليون رح مزودة اتنين مليون لغاية ما وصلت المية واربعين وانسحبت وكالة القديمة فوصل الوكالة الأهرام لمية واحد واربعين مليون جنيه وخدتها معنى كده ان يعني بزر الظروف اللي موجودة دي الوكالة الأهرام الاعلان لو كسبت مثلا ممكن تكسب عشر في المية 150 مليون 160 مليون جنيه يبقى تكسب 20 مليون من النادي الأهلي وتدفع لنادي الأهلي 41 مليون جنيه هيدفعه الأول 20% للنادي الأهلي ما يوازي 28 مليون جنيه 300 ألف كاش للنادي الأهلي وبعد كده كل 3 شهور هيدفع باقي المبلغ اللي هو حوالي 115-117 يعني تلغي تشيل 28 مليون جنيه ونص وباقي المية 41 مليون جنيه هيدفع لقصات كل 3 شهور النادي الأهلي ياخد مبلغ فهنا السؤال اشمعنا وكادة الأهرام للإعلان اللي هو رئيسها كادة الحسن حمدي بتدفع بعد الثورة كل الفلوس دي للنادي الأهلي تمام اللي هو رئيس حسن حمدي برضه نمرة 2 كمان النادي الأهلي هياخد فلوس زيادة يعني قد يصل مبلغ ليه 150 مليون جنيه في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها دي في ظل اللي انا قلتلكم عليها ان كعكة الاعلانات بعد ما كانت مسحاً حوالي 100 مليون في الشهر لكل التلفزيونات وصلت لحاجة و30 مليون لكل التلفزيونات دلوقتي فبالتالي معنى كده النادي الأهلي كان مضحوك عليه في الأولاني واخدوا بالكم كابتن حسن حمدي بياخد نسبة من الأرباح يعني مثلاً 76 مليون جنيه اما تاخد اما ييجي 76 مليون جنيه أرباح ياخد هو نسبة 10% 7% واتفر بياخد نسبة لانه هو اللي بيجيب الحاجات دي فكل ما الأرباح تزيد لكابتن حسن حمدي كل ما هو هيبقى مستفيد لانه بياخد أرباح وكل ما الأرباح تقل كل ما نسبته هتقل فبالتالي هل النادي الأهلي 76 مليون جنيه كان مضحوك عليه كان مفروض ياخد أكتر من كده وهل ده الاشتراح الحقيقي نمر اتنين أرجع لكم بقى للمزايدة انتحاد القرى المصري اللي تم طبوزها بفضل وكاتل أهرام لإعلان بعد ما كانت وصلت لجواب مع المهندس محمود طاهر يصل لمتين مليون جنيه وكاتل أهرام قالت غالية كتير وكان مين بطل أفريقيا لتلت سنوات متتالية تلت مرات متتالية لمدة ست سنين وكاتل أهرام وكابتن سامير زاهر بوزها أو المهندسانة بوريدة بوزت أصلي معرفش فيه مطشاط أصلي فيه معرفش إيه ودخلوا في مزايدة تانية المزايدة التانية بعد الثورة قالوا محدش يلومنا المزايدة التانية مفيش فلوس مفيش إعلانات رجال أعمال تحبسوا فبوزت تاني وعملوها تالت مرة عشان مفيش إعلانات دلوقتي مفيش إعلانات وأصبح السعر 141 مليون جنيه حاجة جميلة وحاجة رائعة ودي الأحداث الرياضية زي ما أنتوا شايفينها قدام عينيكم هل تغير شيء بعد الثورة؟ الله أعلم نروح لتدريب منتخب مصر ترجمة نانسي قنقر